تعالى زي ما حطلنا أحكام للجواز حطلنا أحكام وشروط للطلاق صورة كاملة في الكرآن الكريم صورة الطلاق فيها كل الأحكام الخاصة بالطلاق نعم بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه ومن والاه وبعد سورة الطلاق لها إثمان الإسم الأول إسم سورة الطلاق لماذا؟ لأنها اجتملت على أحكام الطلاق والأمر الثاني لأنها مبدوئة بالنداء إذا طلقتم النساء الإسم الثاني من أسماء سورة الطلاق سورة النساء الصغرى أو سورة النساء الأخيرة ده كذا كم إسم؟ إسمين الطلاق والنساء الصغرى لأن عندنا سورة النساء الكبرى التي بعدها سورة آل عمران فدي نقطة مهمة جدا طيب سورة الطلاق إطناشر آية مدنية ترتيبها في النزول رقم تسعة وتسعين ترتيبها في المصحف رقم خمسة وستين كان فيه سبب لنزولها؟ فيه سبب موجود والحديث عند الإمام مسلم أن سيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض أثناء الحائض فسيدنا عمر ذكر ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيز النبي وغضب صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك إشارة إلى أنواع الطلق قثيرة إن شاء الله نوضحها سني وبدعي باء ورجعي صريح وكنائي منجز ومعلق فأحكام كثيرة للطلق إن شاء الله نظهرها فهي نرجع تاني فهي صورة الطلق مدنية 12 آية الصورة لها مقصد عام لا للخلاف رغم أنها اسمها طلق يعني إيه للخلاف يعني خلي بالكم واتقوا ربنا في الأسرة لأنه مفاجأة حلوة أوي أكتر آية أكتر صورة في القرآن الكريم تكرر فيها مصطلح ومن يتق الله 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 حاجة عجيبة جدا تلاحظي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله أدي واحدة النقطة التانية يقول إيه ومن يتق الله يجعل لهم مخرج آية تانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى الآية التالتة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ده موضوع كبير أوي موضوع ضخم جدا فكأن السورة أنا شايف لها سلك ناظم رقم واحد خلي بالكم من أحكام الطلق رقم لأنه الخطاب لسيدنا النبي خطاب عجيب يعني رقم اتنين اتقوا الله رقم ثلاثة خافوا من تعدي حدود الله لأنه ربنا سبحانه وتعالى في أواخر أحكام الطلق في السورة ذلك أمر الله ذلك أمر الله وبعدها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها الله كأنه بيبين لنا أن الأمم التي تعدت حدود الله كان سبب في زوالها زوال أمم لأنها تعدت حدود ربنا فكيف بالأسر اللي تتعدى حدود ربنا فكيف بالأشخاص اللي يتعدوا حدود ربنا لأنه من أول الآية تلك حدود الله فانتبهوا يا جماعة فصورة الطلق صورة عجيبة جدا النقطة اللي بعد يبقى إذن الإطار العام لا للخلاف ولذلك هي تقسمت لثلاث محاور المحور الأول من الآية واحدة للآية ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بتكلمني عن أحكام الطلق ووقت الطلق أطلق إمتى المحور الثاني من أربعة إلى سبعة بتكلمني عن عدة عدة الحامل وعدة المطلقة تمام من الآية ثمانية للآية ثلاثة وعيد للمخالفين هذه المحور الثلاثة اللي هيخالف شرع ربنا طبعا طبعا لأن ده أمر ربنا حضرتك سورة الطلق مع سورة البقرة بيّنت لي كل أحكام الطلق بتفصيل عجيب جدا وكلمة الطلق ذكرت في القرآن الكريم أربعتاشر مرة عشرة منهم في سورة البقرة واتنين في سورة الطلق وآية في سورة التحريم وفي آية تقريبا في سورة الأحزاب فأكتر من أربعتاشر مرة بيكلمني عن الطلاق أقول لحضرتك الكل حلو في البدايات لكن الأزمة في النهايات مع الأسف عشان كده هو مركز عليها مع الأسف ابن الأصول ما يبانش في البداية كله في البداية علو كده وجميل أصفور آوي وعنه خضرة وبقص غنن وجميل وحاجة كده ما حصلتش فالبدايات كلها مشرقة لكن بجد الأخلاق تظهر في النهايات ما تكلمنيش عن البداية الكل في البداية يعني يكاد يكون ملك بس نقص له الجناحين لكن عند النهاية أزمة فجر في الخصومة وأزمة وتعدي لحدود الله